شيخ صالح يعني لما يعني عرفنا أن أمر التوحيد وعظمه وأنه أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من أين عرفنا أقسام التوحيد الثلاثة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة طيب هو التوحيد نعم هو إفراد الله بالعبادة أما توحيد الربوبية فإنه لا يكفي ولذلك قر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام إنما توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية ودال عليه وأما من اقتصر على توحيد الربوبية فإن هذا لا يدخله في الإسلام حتى يأتي بتوحيد الألوهية فالتوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفحاله هو سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبيرات الكونية هذه كلها انفرد الله جل وعلا بها هذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة توحيده بأفعال العباد التي شرع الله لهم التقرب إليه بها هذا توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير